بسم الله الرحمن الرحيم متابعين الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عقد الرئيس التركي رجب طيب أردغان مؤتمرا صحفيا في العاصمة اللوتوانية في لينيوس عقب قمة زعماء الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي الناتو التي جرت يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين وفيما يلي أبرز ما ورد في تصريحات الرئيس التركي إن مهاجمة مقدسات الناس ليس حرية فكرية بل همجية وبدائية ونوع من أنواع العمل الإرهابي يجب أن تتخذ جميع الدول التي تتزايد فيها ظاهرة الإسلاموفوبيا إجراءات حاسمة وليس في السويد فقط كما أن العلاقة المشوهة القائمة بين بعض حلفاء تركيا وتنظيم بيكاكي وغيرها من التنظيمات المرادفة تضر بوحدة وسلام التحالف الناتو الحرب بلا هوادة ولا تراجع ضد الإرهاب هي خطنا الأحمر ننتظر من جميع حلفائنا موقفا حازما وواضحا لقد عبرنا عن تطلعاتنا هذه خلال الاجتماعات التي عقدناها وشاهدنا تصريحات الحكومة السويدية التي تظهر عدم موافقتها على ما يجري بعد الهجوم البشع على كتابنا المقدس القرآن الكريم اليوم وصف مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جينيف أن إجراء حرق القرآن الكريم هو كراهية ضد الدين وأدانا هذا العمل نحن سعداء بهذا القرار ونوص الدول التي صوتت ضد هذا القرار من بين أعضاء المجلس بمراجعة فهمها للحرية وحقوق الإنسان نتطلع أن لا يتسامح أي أحد مع جرائم الكراهية التي توضب ملياري مسلم حول العالم وتسيء إليهم أما عن الحرب الروسية الأوكرانية فقال إننا في تركيا نتعامل في إطار التضامن مع حلفائنا وفي الوقت نفسه نبذل جهودا كبيرة لإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية التي وصلت ليومها الخمسمائة وأربعة لقد استمرت الاتصالات التي بادأت مع مرحلة إسطنبول من خلال مبادرة البحر الأسود التي سامحت بشحن الحبوب الأوكرانية ونتيجة لمفاوضاتنا واتصالاتنا تم تمديد اتفاقية الحبوب مرتين وبفضل هذه الاتفاقية تم إصال أكثر من 33 مليون طن من منتجات الحبوب إلى الأسواق العالمية حتى الآن ولكن مدة هذه الاتفاقية تنتهي في 17 يوليو تموز الجاري وتتواصل المفاوضات من أجل تمديد مبادرة البحر الأسود التي تمنح الأمل لمئات الملايين من الناس سنواصل استخدام حوارنا الوثيق مع كل من جيراننا لتمديد المبادرة وحل الأزمات أما عن الاتحاد الأوروبي ورفع العقوبات فقال أكمل اليوم قمة فيلينيوس بنجاع حيث كانت وسيلة لزيادة حماية قوة الردع لحلف الناتو وأدت إلى بدايات جديدة وقرارات حاسمة في مكافحة الإرهاب ومرحلة انضمامنا إلى الاتحاد الأوروبي ورفع العقوبات المفروضة على بلدنا نأمل أن نعزز هذه المكتسبات من خلال الخطوات التي سنقوم بها وسنواصل ادفاع عن مصالح بلدنا وحقوق وقوانين شعبنا بقوة شديدة على كل منصة كما سنرى معا أن كل تطور في المستقبل القريب سيزيد من دور تركيا وثقالها وفاعليتها في الختام متابعين الأعزاء لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته